مستمري معكم مشاهدين في هذه الحلقة الخاصة بمشاريع منطقة خرفكان وشيصة يسعدنا أن نرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ محمد خبيس النقبي نائب والي منطقة شيص حياك الله سعلا محمد مبارك لكم نورتنا اليوم في برنامج أماسي طبعا مبارك لكم تتشين هذه المشاريع النوعية كذلك والمتميزة كذلك في منطقة شيص بالتأكيد هذه المنطقة التي يوم بعد يوم تتميز بالأوامر والمعالم التي يرسمها صاحب السمو حاكم الشارقة لتصبح معلم سياحي متميز هنا في إمارة الشارقة نوات كذلك في البداية أن نرى كيف كانت ردة فعلكم اليوم بتتشين صاحب السمو حاكم الشارقة لهذه المعلم بالتأكيد حديقة شيص بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء نرفع اسم آيات تهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العالى الاتحاد حاكم مارة الشارقة على إنجاز هذا المشروع العظيم الذي تم تلشينه من قبل صاحب السمو الحاكم صباح هذا اليوم طبعا أخت هنا طوي العمير اليوم نحن في عيد شيخ سلطان الله يا رب يطول عميره دائما مبدع ودائما طوي العمير قاهر المستحيل لأنه طال عمير الشارع الطريق اللي طلع من الشارجة حتى وصولا إلى مدينة خورفكان هذا كنا أول شيء إننا قلنا هذا مستحيل يوصل للطريق لكن سمو الحاكم إصراره ومتابعته وإصراره على تنفيذ هذا المشروع رأى النور يعني ما شاء الله وشفت الناس ما شاء الله الأشخاص اللي يمشون بهذا الطريق من مدينة الشارقة إلى وصولا إلى مدينة خورفكان طبعا إحنا كان لنا نصيب نصيب الأسد إلى هذه المنطقة هي منطقة شيص طبعا السمو الحاكم الله يا رب يطول عميره يفرحنا من حيل إلى حين بمشاريع تنموية جديدة اليوم تم تدشين السوق الشعبي في منطقة شيص وهذا يمكن يكون الأول من نوعه في المنطقة سمو الحاكم ارتأى أن يكون طبيعة هذا السوق شابه إلى الجبل من طبيعة هذا الجبل وتم إعطاء الأوامر إن شاء الله فيه تنفيذ هذا المشروع إن شاء الله بإذن الله ثم اتجه موكب سمو الحاكم الله يا رب يطول عميره إلى حديقة شيص وهذه الحديقة أنا أقول لش أخت هنا طوية العمير الأولى من نوعه يعني في العالم يعني ما شاهنا نفسها بالضبط يعني السايح اليوم يريد يطلع من المدينة يأخذ مكان للإسترخاء واستنشاق الهواء الطبيعي ومنها إلى طبيعة المعالم الطبيعية وطبعا شيص ما شاء الله يعني غريح بهذا الشيء بتأكيد يمكن الأخت هنا أنت مرت علينا قبل 2008 و2009 وكنت يتغطي دائما معانا في منطقة شيص ويمكن نعم يوم كنت موجودة في المنطقة الشرقية شفتي كنت قبل كيف المعانا كانت الفرق تقريبا تلقى من منطقة نحو كذلك منطقة شيص يعني كنت تغطي عندنا بصفة مستمرة يعني موجودة من 2008 تقريبا وكنت تقريبا لنا 2013 تغطي عندنا المنطقة بالكامل شفتي المعانا السابقة شفتي طريق الوعر شفتي الارتفاعات الجبلية الطريق الترابي طبعا سمو الحاكم أنا أقول لش هذا سمو الحاكم الله يطول عمره قاهر المستحيل ما عنده في قاموسة شيء مهاغذة قاهر المستحيل يمكن أنت أي واحد أي شخص أو أي مسؤول أو أي رئيس أو أي حاكم يستصعب بعد ذلك يمكن ربما طويلة العمر شو اللي يصير عنده يبدأ في مشروع يحصل الصحاب ويحصل يعني أمور كبيرة طويلة العمر ويمكن يكنسل على المشروع أو يغير اتجاه المشروع لكن سمو الحاكم الله يطول عمره يحرص أن هذا المشروع ينفذ نفذ يعني يحطي تحدي أنا شفت الحاكم الله يربي يطول عمره عنده تحدي إذا إلي صمم على حاجة شفت المشاريع الحين مشاريع كبيرة جدا يمكن احنا نقول تأخذ لها سنوات للتنفيذ شو يعطينا سنة أو ثمانة شهور أبغي هذا المشروع يتم شفت المشاريع الحين اللي جات في خورفة كان في غضون سنتين انتهت يمكن حول خمسة عشر مشروع وكل مشاريع كل مشروع ما شاء الله أكبر على المشروع السابق طويلة العمر أيضا معانا في منطقة شيص منطقة شيص مثلا ما كنت يعني منطقة سياحية منطقة تكثر فيها المياه والأجار ما شاء الله والمناطق السياحية وطبعا السايح اليوم اللي يستجم طويل العمر يمكن يتينا عوائل من المواطنين يقعدوا تحت ضلال النخل تحت البساتين يستمتع يعني أنا يوم شاهد واحد يا إني من دبي ولا من بوضبي ولا من رأس القيمة ولا من خورفة كان ولا من الفجيرة أنا أكون مبسوط يعني يستانس يقول يعني هذا المنطقة منطقة جميلة وقاعد شيخ يخطط لها بتخطيط دقيق جدا طويلة العمر له كذلك نظر مستقبلية بالنسبة لدعم السياحة كذلك في هذه المناطق طويلة العمر سمو الحاكم يعني دائما نظرته لأن أي منطقة يبي يخلي طبيعتها فيها ما يبي يغير الطبيعة يمكن ربما يتيه من شاريع كبيرة جدا وتدخل فيه في أمور سياحية وتغير ملامح المنطقة ولكن الله يارب يطول عمر سمو الحاكم ينظر أن المنطقة لازم أن يخليها على طبيعتها ما يغير الطبيعة يعني شفت أنت الحديقة أنت لو رجعنا قبل ثمانة شهور يمكن أن شفتوا التغرير السابق هذا المكان والله ما تفكر أنه يكون فيه حديقة كان عبارة عن منطقة جبلية منطقة جبلية طويلة العمر وحصى يعني بأمانة ما كنا توقع هذه بتستوي هذه جنة طويلة العمر خلاها شيخ خلاها جنة طويلة العمر نحن قبل السواحي اللي يجونا يمكن يقعدون من برع يصورون الحديقة من الخارج والشلال يشتغل كان ينبسطوا العمر يقول كيف أننا بندخل الحديقة قلنا إن شاء الله بتدخلون الحديقة إن شاء الله بعد ما يتم الافتتاحها من سمو الحاكم لأن فيها لمسات جمالية لازم أن يوضح السمو الحاكم اليوم نحن مبسوطين اليوم الحديقة متكاملة ما شاء الله فيها مقهى وهذا طبعا يطل على الشلال أيضا يوجد ممرات بين الأزقة للحديقة يوجد شلالين في الحديقة طويلة العمر زياد بحيرة يوجد أيضا للمدارس أو أهالي المنطقة يعني مسرح تقريبا يضم 75 شخص أيضا يوجد مساحة للعاب الأطفال يعني هذه الحديقة أيضا فيها استراحات للعوائل في مكان للشواء مخصص للشواء أيضا يعني فيها مسار جبلي يعني حتى تطرع الجبل على الجبل تتميز هذا المكان لنقاوة الهواء الموجود في طويلة العمر أيضا المكان جميل جدا يعني السايح اليوم أو أهالي المنطقة منطقة شيص اللي يجو في هذا المكان يقول لك يعني شيء أنا قاعدت يمكن شغالوا الإنارة إنارة الحديقة منذ يومين أو ثلاثة أيام لكن أنا كنت وياهم المساة أقعد لين الساعة 11 بالليل يعني شيء جمالي شيء يعني أقول الصباح ما شاء الله جميلة لأنه يمكن المساة لكن طلعت المساة بالإنارة المبسطة القبيبة طلعت شيء خيالي طويلة العمر يزال الأخير دائما سمو الحاكم يمكن زالنا في هذا الموقع قبل التنفيذ المشروع يمكن ثلاثة أو أربع مرات يمكن نحن ما كنا نتوقع بالطريقة هذه كان يوجه سعادة المستشار صلاح بن بطي لمهيري كان يوجه نحن يعني يوجه بالخطوط ارتفاع ونزول لا غير كذا غير كذا حتى كذا سمو الحاكم يباشر على كل صغيرة وكبيرة لأن سمو الحاكم نحن يمكن تكون نظرتنا ثانية لكن نظرة الحاكم الثاقبة ونظرتها طويلة 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 العمر صحيح ونظرة سمو الحاكم يلملين كل الأمور طويلة العمر اليوم نحن سمو الحاكم يمكن قبل سنتين كان يكلمني يقول محمد أنا أدري بالناس من فتحنا الطريق يمكن طريق الشارق فكان كثرة السياح عليكم وكثرة لأنها تعرف الآن اليوم تواصل اجتماعي اليوم زيارة الحاكم يعني ما تم حد في الدولة يمكن ما تتصل فيه كل خمس دقائق حد يتصل يبارك على زيارة الحاكم ويقول لي هذه المنطقة نحن نبغي نسكن نبغي المنطقة إن شاء الله يتطور في المستقبل الأفضل لكن سمو الحاكم يبقى تكون طبيعية أفضل ما تكون تجارية بالهل يبقى يسويها يعني السمو الحاكم الله يارب يطول عمره لأن السايح والمقيم في دولة الإمارات ويزار دولة الإمارات سواء من داخل الدولة أو خارج الدولة أحساس أنه يكون السايح مبسوط من هذه الأمور التي قاعد يتقدمها دولة الإمارات اليوم إمارة الشارقة ما شاء الله تميزت في جميع المجالات يعني المجال السياحة مجال الثقافة مجال المعرفة مجال التراث يعني والحمد لله قاعد الشارقة تحرز جوائز عالمية تقدم بتأكيد في كل ميدان بتأكيد ليش يتحجز لأن القايد عندنا الحاكم الله يارب يطول عمره مجتهد إذا تشوف الحاكم مجتهد إحنا شو نكون طويلة العمر إذا قايدنا وحاكمنا طويلة العمر مجتهد وقاعد يشتغل ليلة ونهار حتى طويل العمر الشيخ فيه قصرة يتابع كل صغيرة وكبيرة يتابع بالتأكيد ودقيح كذلك في تفاصيل معينة يعني لا يتوقع الحاكم يمكن تقول يعني حاكم لأمور سياسية واقتصادية وتراثية وعلمية وما شاء الله عليه دكتور مؤلف لكن والله أنا شفتي دقق على كل صغيرة وكبيرة على فكرة أسمعه الحاكم يعرف كل شيء لا تفكرك الحاكم يطوف عليه شيء حاجة يعرف كل حاجة كل صغيرة وكبيرة يطول عمنا لهذا اليوم نحن والله اختنا اليوم نحن في عيد والله نحن اليوم في عيد اليوم فرح كبير يعني بهذه السيارة اليوم الحاكم في ظل هذا الوباء وظل هذه الجائحة يعني حاكم حاكم إمارة وينزل لشعبه وينزل يفتتح المشاريع هذه يعني أنتم شفتي يمكن دول ثانية غير دولة الإمارات نحن يمكن كل واحد مسكر عن نفسها قصر الباب ويشتغل عن بعد مثل ما نشوف نحن الناس كلها تشتغل عن بعد لكن سموه الحاكم الله يارب يطول عنه لأن هذا الشيخ أنا أقول لش نفس المطر تستفيد من الأرض وين ما حطري له يا الخير هذا طال عمر كل واحد بعد ليس نقولها نفس الغيث طوية العمر نفس السحابة إذا جاءت طال عمر لازم تستفيد منها الأرض هذا الشيخ الله يارب يطول عمره هذا نفس الغيث لازم تستفيد من الأرض ما دخل نشوف المشاريع الحين هالجبال طوية العمر سب محمد بالتأخد كيف كم سهلت عليكم هذه المشاريع بالتأكيد على أهل الشيخ بالتأكيد يعني تغيرت عن قبل طوية العمر أول ننزل خوفة كان في اليومين ثلاثة أيام نتعايز نقول لك الآن السيارة بتغبر طوية العمر نعم نقول لك نخلي عشغالنا اليومين ثلاثة أيام كنت تجمعوها في يوم واحد نجمع فيها لكن الآن والله الصباح أمر على المسؤولين المدارة الدولة الحكومية أمر على الجماعة طوية العمر في مدينة خورفكان أو في منطقة اللؤلؤية أو الزبارة اليوم طوية العمر أنا أمر عليهم الصباح على المؤسسات الحكومية إذا في اجتماع أو في سلام أو في مقابلة أو اجتماع الحصر أو المغرب نزلت ويا عيالي إلى مدينة خورفكان للتنزه للمطاحم يعني أصبح منبو خورفكان أصبحت مثل ما تقولي سبع ثمان دقائق وانا وصل خورفكان أصبحت الشارجة يعني من شيص إلى الشارجة تقريبا خمسة وثلاثين أو أربعين دقيقة صحيح اليوم طوية العمر الشيخ أهم شيء أنه راحت شعبة صحيح يعني حتى يوم ذكرنا أنه على الطريق شي يقول الطريق يقول الله يحفظ عيالي يعني عيالة كل الدولة عيالة والمقيمين في هذه الدولة والزائرين لدولة الإمارات كان يوصي كذلك باستخدام الطريقة بشكل صحيح وعدم السرعة لأن الأخط هنا طوية العمر هذا الأنفاق نحن لم نرى إلا نرى في أوروبا طوية العمر هذه خمسة أنفاق سواء وكل نفاق تميز وشو سموه الحاكم بعد يحرص الله يطول عمره أن كل نفاق يسمى بنفس الجبل يعني هذه المميزة يمكن أن نفاق يحطونا واحد واثنين وثلاثة ويحطونا أرقام طوية العمر نفس ما يشوف في الدول الأوروبية لكن سموه الحاكم وارتأى أن كل جبل يكون له أسم معين أسم نفس الجبل هذا وهذا طوية العمر طريق خورفة كان من منطقة شي صلاة مدينة خورفة كان هذا الإجبال لا كان حد يصير فيه صحيح هذه كان جبال شديدة للعورة طوية العمر اليوم الحاكم خلها جنة اليوم ما بتستفيد منها الإنسان اللي بيستفيد منها الطير الطير الحين بيرعي لك من هذا الأشجار اللي بيسوي بيسوي بيت الطير بيرجع الحياة الفطرية السابقة التي انقرضت طوية العمر من منطقة اليوم خلها الشيخ الله يا رب يطول عمرها للبلد جنة أنا أقول لشي خلها البلد جنة اليوم والله يما كذب عليش أنه اليوم يمكن كل خمس دقائر كتيره ونسيه هذا اليوم انتشر الفيديو تشرزمون الحاكم الكل يسأل عن هذه المعالم الموجودة يسأل عن المعالم ويقول لك هذا تصوير جديد أم لا تصوير قديم خاصة متنوعة بالسياحية يعني ما شاء الله الآن سونا جبل في المنطقة ما شاء الله جبل زرع لنا تقريبا سبعمائة شاء ثلاثوية عمر هذه بعد سنة ما شاء الله سوما سويا ضلال هذا بيستفيد منها الإنسان بيأكل منه بيستفيد منها الطير بيستفيدها عندش بعد نفق الغزير يزال خير يعني سونا هذا نشوفها في أوروبا أن الماء تحتك عائدك لمين وانت تمشي في السيارة شيء عجيب طوية العمر يمكنني سافرت وشفت طوية عمر هذا بيخلينا يعني الماء على طوال السنة يجري في الوادي والسيارات تمشي واللي بيقعد في ضلال الوادي شيء طوية العمر كل ما حاب نختم فيه هذا اللقاء المميز توجهه من خلال برنامج أماسي مع تدشين هذه المشاريع والله نحن نقول الله يا رب يطول عمر سمو الحاكم ويحفظه ويحفظه ويطول عمره ويبارك له في أم عياله ويطول عمر عياله إن شاء الله وحرمه ويسكن عياله إن شاء الله الفردوس الأعلى من الجنة لأن هذا الريال يجتهد هذا الحاكم الحكيم يجتهد لينشعبه عساس أنه يسعد شعبه ويسعد المقيمين في هذه الدولة يعني هذا يعني لو أتكلم عنه والله العظيم ما نوفي حقه يعني هذا ما نوفي حقه طوي العمر الجهود يعني ما علش أنت أنت عندك مسروع يمكن أن تشوف الميزانية هو ما يطالع الميزانية صحي الله يحفظه ويأمر يأمر ويقول الخير بي صحي يعني مرات هذا حاكم عشاء الله عليه الله يا رب يطول عمره لو نشكره لو نشكره مليوم والله لين آخر رمق في حياتنا بعدنا والله من وفي حقه هذا أحكم عدله بحكمه والنير الهادي الذي يحترم الكبير والصغير ويحامل الناس بسواسية وكلب رحيم وكذلك راحت مواطنيين بالتأكيد بشدة المناطق في إمارة الشارق لا الشيخ ما أقصرك على كل مناطق طويل العمر ما بلا أن نقول في شيص أنا طويلة العمر أسير دائما لأي مكان حتى مرات بعض الأوقات طويلة العمر أطلع من شيص قبل على الطريق القديم والله هنزل مرات على طريق شديد أنزل الشعبيات شوش الشعبيات مسوي لهم المسيد مسوي لهم حديقة شيء أجيب أنا بروح أتحمد أني أصلي في المساجد يعني يجيني المغاربة ولعشة أقول يعني شيء مساء الجماعة ما يقصر يعزموني على القوة إزام الله غير لكن أقول طويل العمر يعني الشيخ ما شاء الله يخلى جميع الأسر كلها مع بعض يعني هذا فكرة أقول يوم مدخل نتفع يصير تلبة يصير طال عمر المدينة خورفاكان يصير الديد يصير المدام أمر على المدام أمر على المناطق على البطايح أمر على الشباب يعني أمر السهيلة منطقة السهيلة كل منطقة بالتأكيد لا معلم بتميز لا لا كل منطقة سمول حاكم الله يطول عمره كل منطقة محطنا لها حاجة بتأكيد أستاذ محمد مهما قلنا في حقه لن تكفيه بالتأكيد هذه الكلمات إذن نشكر لأستاذ محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص يكلم معنا مبارك لكم مرة ثانية تجهيل لهذه المعالم ننتظركم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يربي طول إذن مشاهدين في ختام حلقتنا لهذا اليوم أدعو الجميع صغارا وكبارا بأن نرفع أيادنا للدعاء الذي هو أفضل هدية ورد جميل لعطاء سموه بأن يسعده كما أسعد شعبه ويمنى عليه بمنفور الصحة والعافية ويزيده من عطائه وأن يطيل في عمره ويجعله ذخرا لنا وللوطن وشعبه دمتم بحفظ الله ورعايته